السلام عليكم ورحمة الله كنتم بخير وعلى خير مرحبا بكم مجددا فيديو اليوم عبارة عن مملحات رمضان محنشات بالخضراء غزال بناني مزاف واقتصادي و روعة سهل جدا في التحضير وكذلك في المقادر سهل جدا اول حاجة نبدأ في الوصفات اليوم نحضر الكفتة نضيفها مع الخضروات و نضيفها و نضيفها و نضيفها قطعة صغيرة نشحرها و نضيف الكفتة و نضيف الكفتة نضيف الكمية لحسب الاختيار نضيف التوابل لبزر قطعة و نضيف الكفتة و سميزة و نضيف الكفتة و نضيف الكفتة و نضيفها لذلك نضيف الكفتة نحن نخلط بشكل كفتة يمكنكم استغناء على الكفتة وبإمكانكم استغناء الخضر خطوة بشكل كفتة وعاء المباشرة ومنى تغيبني كفتة خضر سنصوطي وسأضع السيد ومنى دين نقاط نشحر و نستخدم الخضر عندما يتاح الجهة نضيف الخضر بإختيار الخضر الخضر يمكنكم عمل فلفل أحمر أحضر أو أصفر المخضر يمكنكم أن تعملوا أحمر أمام أحمر يمكنكم تعملوا أخضر توابيل زيادة ثلاثة 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 ننقص ونجيبه الخضراء وخالية نطلق الخضراء وننقص ونرى أنها تحب ونقص 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 ونخلط مع بعض العناصر بالنسبة للخضر ضروري أن تكون محكوكة هذا سيساعد ونقص حتى في الورقة في المحنشة سهلة جدا ونقص ونقص خلط الخضر ونضيف ونقص 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 نقص ونقص 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 خلط ونقص ونقص ما ونقص أقص نضع حشوة في الورقة نضيع الحشوة يمكنك أن نضيف فروماج يمكنك تحديد خلق مضاق حتى يملكت مضاق رائع نضيف الحشوة في الورقة كيف تشوفوا بها الطريقة يعني لشكل متلت ونعملها هنا غير شوية شوية باش مليجة نطويها لا تقطع معي الورقة خصوصا اذا كان ترقيق ودفع عملية الطي او للف المحنشة كيف تشوفوا طريقة سهلة جدا نقلوه ونجر واحد شوية غير نتغطع لها بحالها شوية باش تشد معي ذيك الورقة ونتحكم انا في الحشوة ديالي ما تخرج ليشي وغادي نبقى مشة بحالها او بحري بلات وغادي نمشي شوية بشوية وغادي نجر غير واحد شوية باش نتحكم في الورقة ديالي ما تبقى شي مرخية والحشوة ديالي غادي نجيل للرس محنشة كيف ما كتشوفوا وغادي نروليها بحال هكذا طريقة سهلة جدا جدا وكيف ما كتشوفوا يمكنكم تستعملوا حتى اذا كانت كبيرة عندكم محنشة سهلة وغادي نجيب الحشية للطرف اللخراني وغادي نعملوا الداخل يعني غادي نتكيعليه بشي معلقة وغادي ندخلوا الداخل باش نتحكم فيه انه متفتح ليشي في الطيب وهاي المحنشة النواج غادي نعاود معاكم الطريقة الثانية كيف ما كتشوفوا بالمعلقة هاتي نعمل ان الحشوة ديالي تكون غير شوية ماشي بزاي فاش مطر تقشي الورقة وتخرج الحشوة وغادي نبقى نلوي بحال هكذا نضغط عليها يعني نعاود عاد تكساها اللوي عليها الورقة ديالي غادي نعاودها من جميع الجهات والجوانب وغادي نلويها بحال هكذا بطريقة السهلة وغادي نجبد يعني غادي ندخل ديالورقة متحت شوية باش تشد لي هذا المحنشة كيف ما كتشوفوا هاتي غادي نتحكم فيها ان الحشوة ما تخرج شي وغادي نكمل باللف دياله كيف ما كتشوفوا طريقة سهلة سهلة جدا بالنسبة للطياب دياله غادي نطيبو على الفران درجة الحرارة مش متوسطة ومشي عالية يعني مناسبة اللي غادي تكون بين مئة سبعين درجة حتى مئة وثمانين او لا اقل يعني لحسب كل فران كان لي كيكون سخون مجهد في الحرارة المهم هو اننا نشوفوهم طابوا من تحتهم الفوق مزيان تحمروا ومعك نحتاجوش اننا نندهنهم لا بأبيض البيض ولا بأسفر البيض يعني نخليهم يطيبوه اللي يتبرونون على خطرهم وطبيغيا باش نعرفوا ان الورقة طابت معنا وهكذا سوف نستمر انا في ملء الحشوات ويمكن لكم حتى كذلك من يمكنكم تعملوا الحشوة بحلقة تضيفوا معها وحتى قطاع الجبن هذا يبقى اختياري طبعا كي يأتيوا الولداء صراحة تقوبية يأتيوا بنانيا غزاليا وخصوصا الولدات لا يأكلوا الخضروات هذه الطريقة باش نخليهم انهم يأكلوها بعينهم مغمضين وهكذا ساليت نتجة نهائية بالنسبة تزيين كي يكون اختياري كيف تزيينتهم بشوية جبن محكوك من الفوق وشوية المعدنوس يعني كي يبقى اختياري وكنتمنى تكونوا استفدتم مع هذا الفيديو اليوم وكنتمنى نكون نقدم لكم جميع النصائح والطرق اللي ستقدروا تخدموا بهم وتحضروا بهم وملاحة رمضانية وما تنسوش الاشتراك حبيباتي وأحباء ديالي وكشكركم جزيل الشكر ونضربكم مواعيد واخرى ان شاء الله من مما من لاحظوا وصفات رائعة في الشهر الكريم والى اللقاء